السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم جامعة امام من قناة احنا هنرده هنعرف ازاي نقدر نعرف الامكانيات بتاع اي جهاز عندنا بطريقة بسيطة جدا ويعني سهلة لكل حد. فاول حاجة احنا هنخش هنا على البحث وتكتب عشان تجيب دي هتشغلها وبعد كده هتكتب الكلمة دي اي 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 تتكت اوكي. طبعا اول ما بتعمل كده هيجيب لك الصفحة اللي قدامنا دي. دي فيها معلومات كتيرة جدا عن الكمبيوتر. فيها مسلا البروسيسور بتاعك اي فايف واحد وتمانية من عشرة جيجا هيرتز. اربعة نواة. اه هو مش اربعة نواة هو اتنين نواة بس اربعة سريدز. واتنين وتلاتة عشرة دي التربو بيوصل الى اتنين وتلاتة عشرة. وعندك الميموري الرامات يعني. ولو انت عاوز تشوف كارت الشاشة تتك على ديس بلي هجيب لك كارت الشاشة. والدرايفرز بتاعتها. والساوند لو فيه كارت ساوند عندك هيجي بردو. والامبوتس لو فيه اي حاجة انت موصلها بالجهاز. طبعا فيه اتنين انبوتس اللي هما دايما بيكون موجودين. الكيبورد والتوش. والتوتش باد. دي بالنسبة لللابتوب يعني. انا شغال من لابتوب عشان كده فيها تاتشي بادة. فا آآ كده احنا نكون يعرفنا معظم التفاصيل بتاع جهازنا بطريقة بسيطة جدا يقدر اي حد يعملها. وآآ ارجو ان انا يكون افدتكم. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.